السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقسيم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزاء نبقى دايما إن شاء الله نعيش حالة استقرار لكامل ولايات الوطن وهذا إلى غاية يوم الخميس المقبل مع ريحة قديم معتدلات روح ما بين 40 إلى غاية 50 كم في الساعة. تفاصيل أكثر عن النشرة الجوية اليوم الاثنين. نبدأ وكالعادة بصورة القمر الاصطناعي. نشوفه في الصورة الحلح يكون مغيم سحابة على كامل المناطق الشمالية وحتى على أقصى الجنوب. بالنسبة لحركة الرياح إن شاء الله اليوم الاثنين ستكون رياحة جنوبية غربية على المناطق الغربية تلحق سراتها حوالي 40 كم في الساعة. لكن على المناطق الوسطى وحتى للمناطق الشرقية للبلاد ستكون رياح من جنوبية إلى جنوبية شرقية تلحق سراتها حوالي 50 كم في الساعة. في حين بالمناطق الجنوبية ستكون اتجاه الرياح من جنوب إلى جنوب غربي تلحق سرعة الرياح حوالي 40 كم في الساعة الآن نرى الوضع الجوية لصباحة الاثنين في الصورة الحالة سيكون خفيفة في الصباحة الاثنين سيتميز غرب البلاد لكن الحال سيكون مستقر سيكون شميسة سحابة خفافة جدا سيخص وسط وحتى شرق البلاد بجنوب جزائري الحال سيكون مشمس على شمال الصحراء وحتى على الجنوب الغربي ومغيم جزئيا على أقصى الجنوب الآن نرى درجة الحالة نسجلها الغدوة صباحة الاثنين يحاولون سجلوا درجة واحدة بكل من مدينة قسنطينة بورج بوريج وحتى بيتنا درجتين بالمدينة لغوات الجلفة تيارت والبيت 9 درجة من مدينة وكذلك تيزي وزو 10 درجة بالجزائر العاصمة بومردس وتيبازا 8 درجة من مدينة عنابة وكذلك سكيك 12 درجة من مدينة وهران 8 درجة نسجلها بمدينة بشار كذلك أدرعين صالح حتى مدينة 8 6 درجات بغردية والود و12 درجة بأقصى الجنوب الآن نرح نشوف الوضعية الجوية لظاهرة الغد الاثنين نبي حول الله كما رح نشوفه في الصورة رح تبقى دايما اشتنخفيفة جدا حتخص غرب البلاد ويبقى دايما الحال مغيم معاش ميسا يميز المناطق الوسطى والشرقية بالجنوب الجزائري بقى دايما الحال المستقر مشمس على شمال وحتى على الجنوب الغربي وتبقى دايما اسحابات الخفيف جدا أقول يخصه أقصى الجنوب زوابع رملية تبقى دايما تنشط على الجنوب الغربي ووسط الصحراء كذلك على الجنوب الشرقي ويحتلحق هذه الزوابع رملية إلى غاية الهضاب العليا الشرقية وحتى الهضاب العليا الغربية الآن نشوفه درجة الحرارة القصوى ان شاء الله نسجلها لظاهرة الاثنين رح تبقى دايما في المعدل الفصلي كما نشوفه في الصورة حيث سجل 15 درجة بمدينة بيتنا 16 بيستيف قسنطينا برج باريريج 16 درجة بمدينة الغواط 14 درجة سجلوها بالبيت 16 بكل من مدينة الجلفة ووتيارت 21 تيزيوزو حتى مدينة تلمدية جزايا العاصمة بومردس وبتيباز 23 درجة بسكيك دو عنا بس 17 بمدينة وهران بنصاف 22 ببشار 21 بغردية 20 درجة بأقصى الجنوب الآن نشوفه حركة الوضرية الجوية على سطح البحر إن شاء الله بحر سيكون على طول الشريط الساحلي قليل اضطراب اتجاه الرياح ستكون جنوبية غربية على السواحل الغربية وحتى الوسطى ستكون جنوبية الشرقية على السواحل الشرقية سرعة الرياح تلحق 50 كم في الساعة بالغرب 60 بالوسط و30 كم في الساعة بشرق أما بالنسبة لحركة كل الموجة يعني اتجاه الموجة سيكون إن شاء الله مختلف الاتجاه بالغرب شمالي شرقي بالوسط وكذلك بشرق الرؤية ستكون حسنة على طول الشريط الساحلي والأمواج الحق المتر ونصف بالغرب وكذلك الشرق والمترين فقط بالوسط كل عدة قبل ما نختم نشرتنا الجوية للنهار اليوم نتوجهوا إن شاء الله لولاية الطرف والأجواب بها إن شاء الله بداية من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأرباح تكون مستقرة تكون كنين سحبة خفاف جدا حيميزها يومي ثلاثة أول أربعة درجة الحارة دنيا تراحها بين 11 درجة حتى 12 درجة في الصابح ومن بين 18 إلى 22 درجة في الظاهرة الريح تكون دايما معتدلات الحق حوالي 40 كم في الساعة نسبة الرطب حوالي 30% في الأخير نختم نشرتنا الجوية كالعداب شروق وغرب الشمس وليتخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا دمدو في رعاية لا وحفظه السلام عليكم